مولانا احنا خلصنا الحلقات اللي فاتت شبهات حول التصوف وحول البدع وما ينسب إليها احنا عايزين بقى يعني نعيش الطريق إلى الله وندخل في الذكر بقى يعني حضرتك يعني عايزين نعيش بقى في الذكر فعايزين نعرف ايه هو الذكر و ايه لزيته و ايه الفوائد بتحته و هيعود علينا بايه الله سبحانه وتعالى في كتابه أمرنا أن نكون من الذاكرين قال تعالى فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهكذا وسمى بهذا الذكر امورا من ضمن ما سمى بالذكر القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه وسمى توسل بأسمائه الحسنى ذكرا ربنا أرشدنا فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وسمى هذه الكلمات العشر الطيبات ذكرا فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذه الخمسة يقول عنها أهل الله البقيات الصالحات لأن البقيات الصالحات تبقى بعد رحيل السكان من هذا الدكان أو يعني رحيل الإنسان من تلك الأكوان فهذه بقيات صالحات وكذلك أستغفر الله إنا لله وإنا إليه الرجعون حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله الصلاة على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذه بتمامها يقال عليها العشرة الطيبة